استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مسار مصر نحو التحاول الأخضر بدءا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في السنوات الخمس الأخيرة يتحول إلى العمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد جاء ذلك خلال لقائها مدير قطاع البيئة بالمنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية ألندو سار كما بحثت وزيرة البيئة التعاون المشترك في المراجعات البيئية مضيفة أنه بناء على توجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إجراء إصلاح هيكلي لقطاع البيئة في مصر تركز على عدد من المحاور ومنها الحد من معدلات التلوث